الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره وما دامت الآخرة إلا بعفوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه لا راد لفضله ولا معقب لقضائه ولأمره وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين حياكم الله أيها الأحبة الكرام وأولًا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام ما أجمل أن يحفظ الإنسان منا لسانه فسلامة الإنسان في حفظ اللسان فها هو الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة اشتكى له شكاية فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعوده فوجده بجانبه صحبة فجلس بجانب سعد بن عبادة وبكى بكاء شديدا فلما رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكاء النبي بكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ألا تسمعون ألا تسمعون ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم لماذا أيها الأحبة الكرام لأنه بكلمة واحدة تتزوج وبكلمة واحدة تطلق بكلمة واحدة تصلح بين فئتين عظيمتين وبكلمة واحدة تفسد بين أمم بكلمة واحدة تدخل الإسلام وبكلمة واحدة تخرج والعياذ بالله من الإسلام لذلك لما جاء سيدنا عقبة بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا كل إنسان منا يسأل هذا السؤال وهو يا رسول الله من نجاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك لذلك لما علم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بخطر اللسان قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم لذلك لما رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خطر هذا اللسان مر عليه أمير المؤمنين عمر وهو يمد لسانه بيده فقال يا خليفة رسول الله ماذا تصنع قال أسكت يا عمر لساني هذا أورد للموارد قال لما يا خليفة رسول الله فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء في الجسد إلا ويشكو إلى الله من اللسان على حدته فلذلك تلقفها عمر وكان يقول لنفسه دائما يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا خطر اللسان كانوا ينظرون إلى كلماتهم فإن وجدوا الكلمة التي ستخرج من أفواههم عسلا أخرجوها شهدا وإن وجدوها مرة ابتلعوها لأنهم علموا خطر اللسان في آية من آيات كتاب الله عز وجل والقرآن مملوء بعظم وخطر هذا اللسان فها هو الوليد بن المغيرة قال كلمة واحدة اسمع ماذا قال الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهكه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر قال كلمة قال الله سأصليه سكر وما أدراك ما سكر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وكذلك أيضا بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن أحسن الإنسان منا في لسانه فقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لذلك أيها الأحبة الكرام احفظوها سلامة الإنسان في حفظ اللسان فنسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من الكذب وقول الزور فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وفرج كربنا وتولى أمرنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر